لو بتفكر تشتري موبايل تحت عشر تلاف جنيه فهيجي ببالك افضل موبايلين حاليا بيقدموا اعلى قيمة مقابل ساعة هتبقى محتمى تشتري انا الموبايل في الموبايلين دول وخصوصا ان الموبايلين دول بيتراوحوا في الفئة ما بين تمانية العشرة دي اكتر فئة بالنس واحتراء فيها وانا بنراسل جايز تلاقي الفيديو ده عشان اجيب لك القلاصة هيتبقى مقارنة شاملة في كل حاجة ما بينهم قبل ما قول لك اي حاجة اكيد ما تساش لايكك سبسكرايبك رأيه وادفع على الجرس عشان اوصلك وانا لانا كل جديد اما دلوقتي خنالها باخش في تبصير الفيديو اهلا وسهلا بكم انا محمد وديك علاة والموبايلين الاخر كده هو السامسونج اي خمسة وعشرين اللي سعر النسخة الستة مية وعشرين منه بتتراوح في حدود التسعة ومتين اللي سعر النسخة تمانية ومتين ستة وخمسين منه بتتراوح في سعر من تمن تلاف ومتين لحد تمن تلاف وستة وين جنيه على حسب ما اتلاقي الموبايل ومبدائيا عايز اقول لك ان السامسونج ضمان محلي معا ضمان عادي بدون اي مشاكل لكن الريلمي هو ضمان دولي في موبايلات كثيرة في الفئة بتاعت من تمانية العشرة زي ريد منو تسرتين زي اوبو اي تمانية وسبعين وغيرهم كثير من الوبايلات وفي اوبو رينو اي تي ولكن اخترت الاتنين دول بالتحديد لان الاتنين دول بيقدموا اعلى قيمة حاليا مقابل الساعة. وخلينا مبدعيا كده نبدأ بنقطة التصميم. بالنسبة للموبايلات الاتنين بيجوا بتصميم من مادة البولي كربونايت بالكامل. ولكن للامانة تحس ان تصميم الريلمي هو امتن شوية. ولكن في الاول وفي الاخر الاتنين مفهومش اي حاجة في نقطة التصميم تماما مفيش حد بتفوق على حد. حتى الموبايلات مفهومش اي معمريا دعم ترتاشة المية ولا دعم اي حاجة تماما مفيش اي حاجة مكتوبة في اللقطة دي. ولكن الريلمي بيتماس في نقطة. ان العلبة بتاعته فيها الجراب اللي تقدر تحمي الموبايل من كلها لكن سامسونج انت هتشتري الموبايل منفصل وهتبدأ تشتري له كل حاجة على حسابك. فدي له تتعب بالنسبة للسامسونج في التصميم. اما بقى بالنسبة للشاشة فاسمع عشان تعرف مين اللي بيقدم الشاشة المسالية بالنسبة لك. وخلان نبدأ بالسامسونج دي اي بالشاشات الكبيرة. الحبة السوفلية زي تكاد تكون مقبولة في الفئة دي ما عندش علاها اي اعتراض. ولكن اللي بيماهي السامسونج بسطوع الشاشة هنا بيوصل حرفيا الى جانب المية وعشرين هرتز. بس تصميم الشاشة على الجانب التاني يعتبر عيب بتيجي بالووتر دروب مش بالهول فدي تعتبر العيب اللي موجود في الشاشة. اما بقى بالنسبة للريلمي فهو بيجي بشاشة اصدر ستة واربعة من عشرة انش. الساشة برضو اموليد تسعين هرتز في الريلمي اقل في الريفريش ريت ولكن تصويم شاشة الريلمي احلى. الحفة السوفلية قريبة الى حد ما من الحفة الموجودة في ال اي خمسة وعشرين ولكن مجمع شاشة الريلمي شكلها اشياء. بس اخد في بالك بقى ان شاشة الريلمي سطوعها اقل. اقل من تمنمية وخمسين نتس. فهتلاقي ان شاشة الساوسو اللي اسطع واسطع بفرق ملحوظ. بس الريلمي بيرجع عطفها وقتاني انه بيقدم طبعة حماية على الشاشة كورني جوريلا جلاس فايف. ودي مش موجودة في السامسونج. فده انه تلازم تحطها في الاعتبار. كطبعة حماية وكسكل شاشة ريمي لكن كقوة شاشة والوان شاشة وسطوع شاشة هتلاقي السامسونج هنا بيتفوق. فانت بقى اخطر الشاشة اللي تعجبك. وخلينا انتقل للقطة الاداة وركز معي عشان اجيب لك كل حالة في الاداة. سامسونج بيقدم معالج محترم جدا اجزينوس الف الانتين وتمانين خمسة نانو متر ومعاك ستة جيجا بايت رام مئة تمانية وعشين جيجا زكرة ترزينية. اما رينمي بيقدم ميديا تيك هيلو جي تسعة وتسعين. ومعاك تمانية جيجا بايت رام متين ستة وخمسين جيجا زكرة ترزينية. والمعانج هنا ستة نانو متر. بالنسبة لتوفير البطاريات يتين قريبين من بعض لان الفرق مش كبير قوي. ولكن حابب اكلمك فلوق طبقة. بالنسبة للاداء اليومي سامسونج اقوى. اقوى واقوى بفرقة هتلاحظون لو انت حطت الموبايل انجا ببعض. زيت كمان ان انت بعمد دعم باستمرار من خلال سامسونج اربع سنين قدام سوفتور فده حاجة تعتبر كويسة زيت كمان ان اللوبان ضلال نحالي يعني لو جرى له اي حاجة توكيل سامسونج هنا في مصر مضمون فما تيلقش من نقطة دي تماما. هل ريلمي اداءه وحش? لا ريلمي اداءه ممتاز بالنسبة لاداء اليومي واداء الالعاب ما عنديش اي مشكلة. وبلاحظ ان الناس كتير بتقول ان اداء ريلمي في الالعاب اقوى من سامسونج. لا الكلام ده مش حقيقي يا جماعة. المعالج الرسومي بتاعي جي تسعة وتسعين هو مالي جي سبعة وخمسين. لكن معالج الرسومي بتاع اكزينوس انف انتين وتمانين هو المالي جي تمانية وستين. يعني حتى المعالج الرسومي المسكول عن الالعاب اقوى في الاكزينوس الف امتين وتمانين. ولكن ارجع واقول لك ان الاتنين بيدو لك اداء العاب متقارب وده لان سامسونج مش دعم معالجات كتير في الالعاب. بس انا بقول لك المعالج ده عن ورقة هو اقوى واقوى وحبة حلوية واتلاحظ الموضوع ده في الاستخدام اليومي. ريلمي للأسف ضمال دولي. ريلمي اخر سنتين سوفتور قبضيت ما مش اكتر من كده لكن سامسونج مكمل معك بدون اي مشاكل. فهينا في الاداء انا بالنسبة لي بصراحة سامسونج بتفوق على الرغم من قوة ريلمي. الموبايل ما فيوش اي مشاكل تماما. الموبايل هيشتغل معك هيقدي كل حاجة الاوضة بتفكر تجيب ويعود معك ما فيش اي مشكلة تماما. ونلتقل بقى لضغطة الكاميرات. وسامسونج بيجي بالتلات كاميرات. كاميرتين منه المستخدمين. كاميرا اساسية خمسين ميجابيكسل مع هو اي اس اللي تقدم لك تجربة صور في الفئة سعرية دو. خصوصا كنتيج صور. كالوان الموبايل فعلا خطير. وخصوصا انك انت معك كاميرا دي مش موجودة في الريلمي اللي هنجيله دلوقت. بس سامسونج يعني اي موبايل تاني انك لو عايز تصور فيديو عندك انه تصوير فيديو فور كي. ودي مش موجودة في اي موبايل على الاطلاق تحت عشر تلاف جنيه في السوق المصري. زي دي انك معك كاميرا تلاتاشر ميجابيكسل امامية تعتبر كويسة ما عنديش عليها اي اعتراض بس الكاميرا بالليل بيكون مش احسن حاجة في اختيارات تانية ممكن تكون اقوى. على النقيد الاخر بيقدم كاميرا اساسية قوية مية وتمانية ميجابيكسل بفتحة عدسة برضو ولكن للاسف ما معاش على عكس السامسونج اللي في الكاميرا الاساسية فيه بتاخد صور احلى بالليل في السامسونج. بس على مستوى الصور بتاخدها الصبح التفاصيل تفاصيله اقوى عشان السنسور مية وتمانية ميجابيكسل ولكن كانتاك صور بتدسلها في المجمل من غير ما تعمل في الصورة. اللي اتنين حلوين جدا. اللي اتنين قريبين من بعض. ولكن انا كان السامسونج بتفوق عشان بس الكاميرا الالتراويد اللي للاسف مش موجودة في الكاميرا التانية هي كاميرا للعزل. وعند الكاميرا ستاشر ميجابيكسل امامية تعتبر كويسة ما عنديش علاقة اي اعتراض تمام الفورة برضو حلوة ورايبة من السامسونج بشكل كبير. اللي اتنين حلوية جلدا في الكاميرات لو لنت بتدور على تجربة كاميرا اساسية كانت لين بصراحة بمتازين او حتى كاميرا امامية. بس ان بيفرق بقى ان ريلمي اخره الف وتمانين مفيش في تصوير الفيديو. فلو انت عايز تعتبر على نوبايلة في تصوير المحتوى تحت عشرة ثلاث جنيه سامسونج احسن اختيار لك حاليا لان هو الوحيد اللي بيقدم تصوير فيديو في الاتنين فيهم بصمة كويسة موجودة في زرارة بتشتغل بكفاءة. الاتنين فيهم مدخن ثلاثة ونصف ميلي. الاتنين فيهم ولكن سامسونج بيقدم سماعات ستيريو ريلمي للأسف بيقدم لك سماعات مونو. فيه موضوع بقول لك ان سامسونج بيحتوى على مستشعر حقيقي اما ريلمي بيقدم مستشعر عشان فيه نسبة احتاجه. اما اخيرا بنسبة البطاريات الاتنين خمس تلاف ميلي امبير ولكن سامسونج خمسة وعشرين واط في سرعة الشعب من ريلمي سبعة وستين واط. ريلمي حكته موجودة في العلبة والشاحن كمان موجود في العلبة لكن سامسونج بتشتري الشاحن على حسابك منفصل. ونيجي الاكل حاجة في الفيديو هي لقطة العيوب. سامسونج بالنسبة لي العيوب مفيش اكسسورات في العلبة. الشاحن يعتبر بطيق خمسة وعشرين واط دي مش اسرح حاجة في فئاته. مفيش تركيب شريح كيلو كارت موبري وسرعة الواي فاي او الشبكة بتاعة الواي فاي او قوة الواي فاي فيه مش احسن حاجة في موبايلات اطوى منه. اما بقى بالنسبة الريلمي فعندك السماعات هنا مولوت مفيش تصوير فيديو فور كي. بالنسبة لي كمان مفيش كاميرا الترا ويت. مفيش مشتشعر جيروسكوب حقيقي واخيرا ان الموبايل بيجي بضمان دولي مش ضمان محلي. شفت المواصفات ده شفت المميزات اللي بيقدمها سامسونج شفت المميزات اللي بيقدمها تسعين سامسونج تسعمية تمانية وشوية فيعتبر اقل من سامسونج فانت في الاخر القرار في ايه دك انت? لو هتسألنا من وجهة نظر الاخر الفيديو وانك ان الموبايلين اختيارين قويين جدا بس انا لو رايح هشتري هزود وهديب السامسونج على رغم من ان سامسونج مش اقوى شبكة. ودي كان لازم اقولها لك. وبس كيف? وبكذا يكون وصل لايك الفيديو اتندساش لايك اتسبسكرايب اكرايا واتفعل الدراسة اللي وصلك من النظام وكل جديد وكالعادة انتظرين الفيديو جديد. سلام.